خلأ أكون صريح وياكب سالفة أنا سماعت من زملائي لك يقولون أنك أنت تدعي هذه الأمور أنت عندك عمارات بالناصرية و بغداد لكنك تدعي سوء الحالة المادية حتى تحصل مكاسب هذا الدعي الذي يدعي معناتها هذا لا ينتمي إلى أي حالة بها مبدأ و بها شيء خلقي وأنا أحمد الله وأشكرا أولا أنت من تماء وطني من الطراز الأول و ثانيا أنا نزيه جدا وأمتلك من الجمال في الطيبة و في النزاهة أكجمال من صوتي نعم أخليه في بالك هذا وما فد يوم الأيام كذبت وأكو ناس ينطبق عليهم والمثل العين ما تحبل أرجح منها يتهمونني أني مرات أستجذي وما أقدر أقول منهم ذولا يعني مع الأسف والله من جيلك فنائي من جيلك لا 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 ما لهم علاقة بالفن يعني ما رد أدخل بالتفاصيل يعني لأني أنا ناجح لأني العراقين يحبوني لأني ما عندي وجه مكروه جاي تلاحظ صدق لي ما حد نخاني من أقاربي أو من معارفي أو من جيراني وأسكت عنه أقدر القضية و في يوم من الأيام نقذت شخص من الإعدام شلون هم أنتري إذا نحكيها؟ نحكي نحكيها بشكل اللي أنا أطرح أنا شنت أغني صدام حسين يعني المغني ما لنديمة يعني في جلسات الخاصة طيلة فترة الحرب العراقية الإيرانية مو أنا ألو أبدأ راح أجغني يمك يطلبوني أقدر أقدر يقدر يقدر يقول صدام أجغني شنو من وانا من وانا وما ألت الله أحد يعني شيئا أيضا يكرمني يعني رجل من عجي أغني يطيني مبلغ أشتري به سيارتي المرازين أنا سماعت هداك ثلاث سيارات ثلاث سيارات بس خلي كملك لأنس الموضوع وأنا الكورونا تخلي نسيان ما أثرت على لا الكبيد ولا الكريتين ولا عيوني على الذاكرة خافت بنت تدخل على يرا حنسي هسا شنو نشوف نسيان ما الإعدام النقذة أحد من الإعدام فبعض المعارف اللي عندي أيضا أرجوك ما أجي بدون أسماء بدون أسماء بدون أي شيئ جاني قال لي أبو علي دخيلك ابننا محكم بالعدام وأنت تكاديا من هذا الشخص والريدة منك من عندك يعني برقبتك كتبت العريضة أنا يعني عندي أسلوب أقدر شون أكتب قلت له مروحوا طبعونيها وأقعدتوني إياها الله كريم أول لقاء إذا رحت يخابروني يا بتعال كانت إشارة يخابرني شخص من المقربين قاله عمك بنفس البكان تجي على صدام أي بنفس البكان اللي هو استعلامات القصر الجمهوري يعني أنا إذا يقولوا لي فلان بكان معناته المخابرات المعينة كذا كذا رح يندلون أنا فلان بكان وولا حقا يوم صدام تجي قذيفة أو تجي صارو على كل رحت رحت قعدني كذا كذا منذ شنو إلى أن أنا تعمدت أن أيضا أغني حلو بحيث أنه حتى من أطلع العريضة ما أتعرض يمكن حتى جوز للإعدام أنا أنا نوباً عدد نوباً عدد أي فقلت ل قلت لسيدي إذا أمكن عندي طلب أنا ما أطالب منك شيء وهذا أكبر دليل لما نهس قعد حتشايا لحتشايا أني أنا ما أطالب من عنده شيء فقط طلبت مننا مرة مسدس وأكرمني طاني مسدس طاق مسدس شلو كان النوع هذا اللي طارق طارق يعني خاص طول الهدايا للغوصاء الدول هل معلومات أول مرة تتحكي ما بيقى شيء لا لا أنا هذا واقع جاي إذا أنا ما حشيتها أنا ممثقة وبغاشر أقوبة منها موت رح ينطبع وشنو الخلل وشنو الخطأ اللي أنا حاتشي بالعكس خلي الناس يفتهمون شنو طلوة من موضوع بس خليك أملك قلت لك يعني شفته أنه الآن من غنيتانا حلو شفته مرتاح لأن أنا طبعا كاتب أنا عندي كاتب شيء كاتب شيء وضامه مكان ما أحد يندله ومصي حتى إذا ما تتلح يسلمه هذا لو تطون العائلته لأنه رجل ثقبية ومتفضل علي ما يشير أبيع الأشياء اللي أكتبها يمي رؤوس أقلامه بعدين أربعمائة وخمس حوالي أربعمائة ورقة بيلي كتبتن ثلاث سنوات يا الله كتبتن أنا وصد دام حسين طبعا وندفع لي مبلغ مو طبيعي من جهة معينة ما نجيب طريقة وفقت ثاني يوم قلت لهم العفو ما متنش يا رب لا ما أبيع بطلت متنش فهمكم ليش ليش حسين لك شخصي ثقبية أنا مو سياسي وأنا ما تلوك وجاي أغني بكل رحاب الصدر وبكل ثقة بنفسي يعني هو الرجل مالطلع يعني حتى مرات يسألني الشخص من الأقرب المرافقين إليه يقل أنت شنو شاي الخرزة أشو ما يودي بس عليك قلت ليا أخي أغني حلوش ها قوة هي أربك الحنجة جاني أحد من أغانيك والله هو مرات يقل لي تغني لي أغاني مال الناصرية لغانيكم هاي الحزينة يحب الشطراوي يحب شطايت مال خطاير حسن ناصرية أو خطاير مفتورة يسموه يعني الرجل هو عنده إذن موسيقية يعني يستسيغل الغناء الجميل زين طلبت منه الموضوع مال الإعدام شفت الرجل عنده استعداد أباخته قلت لها سيدي عندي طلب إذا أمكن وأنا متردد يعني تطيني الأمان قالت فضل قلت لهاي العريضة شخص محكوم بالعدام وأترجعك من العدام خليه يصير خليه يصير مؤبت أخذ العريضة مني كتب شو تتوقع وافق وافق عليه وافق لا كتب يطلق يطلق صراحة هو فورا أوف هذه الدرجة كان عندي فقال لي قلت له أقدر أخابر بيتهم أبشرهم صاح واحد من الحماية قل لي خلي خابر خلي خابر واشطلت لك الهلاهل قلت له فورا يعني باشر صبت يجيكم عرفت شلون فهي هذه الشغلات أنت يمكن قناة قناة سام الراء أنتم محظوظين أول مرة نحك ولا عندي ولا عندي أوليات يعني أنه أنا راح أحك الشكل